اشتركوا في القناة من طرح قيم ورسائل وطنية عميقة وإشاد بدور وإسهامات المجلس الأعلى للمرأة وما يقدمه من مشاريع ومبادرات ساهمت في تحقيق تقدم المرأة البحرية ثملت سموه جهود معالي رئيس مجلس النوب الداعمة لإعمال المجلس الأعلى للمرأة طيلة فترة عمله وما شهدته منظومة العمل التشريعي في مملكة البحرين من تطور قالت سموها أن هذه المناسبة تعد فرصة لاستذكار دور المرأة البحرينية وحضورها البارس في مجال السلطة التشريعية ومضيها بعزم وطموح نحو المزيد من الإنجازات في مسيرة البناء الوطني في ظل ما تحظى به من رعاية كريمة من لدن حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعا ودعم لا محدود من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدة سموها على موصلة التعاون القائم مع السلطة التشريعية لكل ما فيه مصلحة المرأة البحرينية